لا يبدو أن هذه المناطق المدمرة في الموصل ستعود عما قريب كما كانت حيث لا تزال جهود إعادة الأعمار تصطدم بعجز التمويل والفساد الحكومي الذي استشرا في جميع مفاصل الدولة باعتراف جميع شركاء العملية السياسية هذا الفساد الحكومي كان عاملا حاسما في عدم تجاوب الدول المانحة فمن أصل مليار دولار كان يجب أن يستلمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2017 استلم فقط 420 مليون دولار في حين انخفض الدعم في عام 2018 إلى 250 مليون دولار في عام 2015 بدأت الأمم المتحدة مشاريع إعادة الاستقرار في العراق وطرحت نحو 3200 مشروعا نفذ منها نحو نصفها بينما اصطدم النصف الباقي بمشاكل التمويل وفي الوقت الذي أبدأت الأمم المتحدة رغبتها بالتدقيق على تلك المشاريع وضمان شفافيتها إلا أنها اكتشفت تورطة نحو 12 شركة معنية بإعادة الإعمار بشهوهات فساد ولحد الآن سبت تورط أكثر من 12 شركة الآن هم مكتب التحقيقات ومكتب إدارة الشركات في نيويورك يتعامل في تواصل مستمر مع هذه الشركات لتوضيح الرأي إن أوجد وعلى الرغم من حرص الأمم المتحدة على إعادة الإعمار في العراق إلا أن الفساد وحده ليس العائق الوحيد أمامها فعدم الاستقرار الأمني تحدي آخر لتلك المناطق التي شهدت معارك عنيفة أدت لهيمنة ميليشيا الحشد على كثير من المدن والنواحي ومنعت أهلها من العودة إليها وخصوصا في ناحية جرف الصخر شمال بابل وتخطت ذلك لإصدار أوامر بإيقاف أي مشروع للإعمار في الناحية إذا لم تشمل كامل مدن المحافظة بها وهي نقطة يقول أهالي ناحية جرف الصخر إنها تضع العصى في دولاب الإعمار لاستمرار العقاب الجماعي عليهم بزعم الانتماء لتنظيم الدولة والانتقام من سكانها الذين كانوا ضحايا إرهاب الطرفين